إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صنع على محمد وعلى أن محمد كما صبعت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق لقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا يا أيها الذين ورسولين لقد قمت بإمكاننا عن مرحبات ومثلات الله سبحانه وتعالى يتكلمون في القرآن عن الهدى الله وعنى الهدى المؤمنين ومثلاته 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 في الهدى المؤمنين ومثلاته 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 كافر ومثلاته 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 كيف يتكلمون في الهدى المؤمنين ومثلات الله سبحانه وتعالى لقد قمت بإمكانه في القرآن عن مرحباته ومثلاته إنه أول مؤمنين في الهدى المؤمنين أول مؤمنين الله سبحانه وتعالى قمت بإمكانه في الهدى القرآن سورة البقرة آياء نابل سبنتين وكان هناك كافر ومثلاته من المنافق وهي بقارة بعد الله سبحانه وتعالى بدأ فعلة سورة البقرة تماماً ماساً أولاً سورة البقرة عن الهدى المؤمنين ثم آياء فقط عن الهدى المؤمنين غير القرضية من المقلمين ثم ثلاثة آيات عن المنافقين و الله سبحانه وتعالى انتهت هذه آيات بمثالات الأشياء عندما يأخذها بمثالة بمثالة المنافقية إنه مكتباً في الناس و الله سبحانه وتعالى يقول وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَقْطْ رِبُرْهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وبيلسك تلاثر المنافقين يناولون نعطر عليه للسفاء لمن نمت��هم لمن ولكن أيها من أشخاص مушكما إلى أن منادي بسيطر وهذا لماذا بعض المساء بمربي عندما يستطيع أو ببلم أيضا من ال edeسامل القرآن وlehهم لن يمكن شمไه cual يعني كما يحرك آيات بأنهم قالون أنا ليس من الناس المعرفة لا أفهم هذا المثال الذي يتحدث الله سبحانه وتعالى وتدخل الأمثال ونضربها للناس وما يعترها إلا العالمون الله سبحانه وتعالى بدأت هذا المثال المثال الأولى في القرآن مثلهم كمثل الذي استوقعناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا هو المثال الأمثال بعد ذلك الله أعطى المثال الأمثال ماذا هذا المثال؟ ماذا يتحدث؟ دعونا أولاً أسمع المثال الأمثال الأمثال عن هذا المثال مثلهم المثال الأمثال المناثقين كمثل الذي استوقعناه هذه المثال الأمثال الأمثال فلما أضاءت ما حوله عندما أضاءت ما حوله وقت هذا الأمثال ماذا سراء بكيه جاء الله بنورهم الله فعلهم وَتَرَكَهُمْ فِي ضُرُمَاتِ وَتَرَكَهُمْ فِي ضُرُمَاتِ وَتَرَكَهُمْ فِي ضُرُمَاتِ وَتَجَفَتْهُمْ فِي ضُرُمَاتِ لا يُبِي السرور ، لا يمكنهم رؤية أي شيء الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى جعلت المحكة للقرآن الشريع الإسلام المحكة التي يأتي منه بالقرآن وإذا أردت أن القرآن يوجد دوء جدًا مهمة إنه يحضر لقرآن وإنه يستمر إنه يحضر لقرآن وإنه يحضر لقرآن لذلك هذا القرآن يحضر لقرآن من الواحي إنه يحضر لقرآن إنه يحضر لقرآن هذه الدنيا والآخرة إنه يحضر لقرآن إنه يحضر لقرآن مَثَلُهُمْ كَبَثَلِ الَّذِ اسْتَوْقَى الْعَارَةِ إنه يحضر لقرآن إنه يحضر لقرآن لتحصل على الهداء ولكن ليس لتحصل على المسلمين يأتي لتتتعامل المسلمين لأنهم مدينة الآن لأنه يريد أن يتحكم على الهراء ومعه 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 منهم يأتونه كما تتتعامل الإسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم أتتعامل إلى مدينة مثل عبدالله بنوبا بنسلون المدينة من الهبوكريتين يتحكم على الإسلام لتحكم على الهراء ومعهدون بعض المسلمين من أن يكون مسلم صحيح الهبوكريت المنافق يأتي يأتون بعض الأشياء من الإسلام يأتون بعض الأشياء من الإسلام يبدو أنه يتحكم على الهداية ولكنه ليس لذلك يأتون بعض الأشياء من الخارج مثل المسلمين ولكن من الإسلام لا لذلك يقول الله فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله أضاءت ما حوله ليس من الإسلام من الإسلام لا يوجد الإسلام فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الله سبحانه وتعالى لا يقول ذهب الله بنارهم قال ذهب الله بنورهم الله بنورهم لا يقول أنه بنورهم بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الله سيأتون عدن بالإسلام لأنه لم يرغبها وأوه لم يتحلقها و قالت ما لكلهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله أضاءهم في مباشرة وبين هنا مباشرة في مباشرة 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 ومباشرة الشعر ومباشرة المباشرة بعد مباشرة سبحان الله أخبارهم يقولون عندما يكون هناك وعندما يتحدث ما الذي يحدث لا يمكنك تقول شيئا في بعض الوقت ثم سيكون تغييرا ثم يمكنك تبدأ أن ترى الأشياء في حولك لذا عندما يحدث بعد هناك إنه كبير هذا هو صحيح المرافق بعد أن يرى الحقيقة يتحسن الحقيقة مع المؤمنين يستمع الحقيقة يتحسنهم ثم يتحسن وعلاده بالله ثم يكون هناك ملاحظة مع الملاحظة والملاحظة مع الملاحظة والملاحظة 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 لا يمكنك تقول أي شيء لا يبصرون لن يمكنك ترى الحقيقة بكل هذا ذلك فإما الله قال عنهم بعد ذلك سُمّن بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَيَرْتِعُونَ سُمّن بُكْمٌ عُمْيٌ يمكنك تسمع الحقيقة لا يمكن أن تسمع أي حقيقة بم ضم أنهم لا يمكن أن تقول الحقيقة أنهم لا يعجبون الله и تحذون الأمر أنهم لا يمكن أن تقول الحقيقة باهم حتى باهم لأنك العملة هاتفة من الحقيقة عمي لا يمكن أن ترى أي حقيقة فهم لا يأجعون لا يردون إلى الطريق التي أردتها قبل يجب الله سبحانه وتعالى يساعدنا كلنا إلى الطريق وهذا كانت هذه المساعدة التي أعطت الله سبحانه وتعالى وستطيع أن ترى لماذا الله سبحانه وتعالى أعطت هذه المساعدات في 13 آيات بعد فقط 2 آيات للمساعدين و5 آيات للمؤمنين كما قال الله في سورة المنافقون هم العدون هم العدون عندما الله سبحانه وتعالى وعندما رسول الله سبحانه وتعالى قال الحج عرفة والأن هذا هو المتابعة الحج عرفة لذلك هذا حمزة عريبية هم العدون هم العدون مثلا أنه لا يوجد نفس المساعدة لكين الأسلام اتنعون يا ربك المساعدين المساعدين هم عدون ليس المساعدين والفيليون لا المساعدين من البقاء يتعلم معك يتعلم الموجودة من الخارج يقول المتحدثين يفعل المتحدثين ولكن من الداخل هم المساعدة لتسرعك هذا لذلك الله سبحانه وتعالى مجموعة وعندما الله سبحانه وتعالى يأخذ الهواء يقولون هذا الهواء والله سبحانه وتعالى والمساعدة والمساعدة ستبقونهم بعد الموت سيذهب إلى المساعدة القبر المساعدة يوم القيامة في جهنم وعادوا بالله وعندما قالوا هذا المساعدة سيحدث عندما ستبقون حتى في هذه الدنيا الله سيأخذ الهواء والله ستبقون بعضهم في الدنيا وقد ترى في الوقت بعض المساعدة بعض المساعدة مثل عبد الله وعندما لا نعرفهم والصحابة لا تعرفهم فقط رسول الله وحليفة من المساعدة من المساعدة من المساعدة ومن المساعدة فقط الله سبحانه وتعالى من المساعدة فهم لا يعجعون وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده النبي الأمين صلى الله وسلم أبارك عليه وعلى صحابة الغر الميمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى gave another parable and some scholars they said that is another level of hypocrisy because hypocrisy are limits not just one level like إيمان and here Allah سبحانه وتعالى said صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السباء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر صيب is the heavy rain or the rainstorm very heavy rain صيب من السماء and that is the example of the wahy سبحان الله العظيم as Allah subhanahu wa ta'ala making the water the main source of life in this dunya the main material of life water also Allah subhanahu wa ta'ala made the main source of the souls of the life of the souls and that's why you would see Jibreel عليه الصلاة والسلام the master of the angels he is responsible for the wahy for the life of souls by bringing the revelation down to the messengers and Mika'il عليه الصلاة he is the angel responsible for water which is the main source of life of the bodies as Allah subhanahu wa ta'ala their parable their example is like the heavy rain coming from the sky it has darkness warat thunder wabarq lightning what is the darkness coming from the revelation it contains darknesses and thunders and lightning the scholars they say these darknesses the shirk and the haram the Quran is coming to defeat the Quran is coming to attack and totally take away the shirk of people the way of shaytan of Iblis and all the haram and wrong paths thuluvat Quran is coming to take it away and to show it for people on its reality warat thunders of the Quran zawajr al-Quran the threats of the Quran zawajr it's like thunders these threatnings coming in the Quran from Allah subhanahu wa ta'ala for humankind and for the sinners and for the wicked and for the wrongdoers and for the transgressors and for the hypocrites and for the deniers thunders comes on their hearts thunders comes on the ears raat wa barq lightning the promises of Allah subhanahu wa ta'ala to the believers the promises of Allah for the reward of the believers of the obedient ones who will follow his path in the messengers and the Quran and the truth barq giving the hope for these believers then Allah subhanahu wa ta'ala said about this example coming down of the rain yaj'aluna asabi'ahum fee adhanihim they put the fingers in their ears min as-swa'iq hathra al-nout from this thunderclaps out of fear of death they feel they are going to die when just listening to the thunders of the Quran they feel they are going to lose themselves by listening to the threats of the Quran so they cannot afford it they put the fingers in the ears i cannot listen to that they are so disturbed when they listen to this ayat of Allah which is so powerful it disturb them so they run away they cannot listen they stop themselves from even listening yaj'aluna asabi'ahum fee adhanihim min as-swa'iq hathra al-nout they think they are going to die if they go to jihad we will die we cannot listen about jihad stop we cannot listen about zakah we cannot pay this money while we pay it we cannot listen about these things that you are mentioning about stopping taking loans and haram and riba no 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 they cannot listen to that and the punishments after that for these sins they cannot afford it yaj'aluna asabi'ahum fee adhanihim min as-swa'iq hathra al-mout wallahu muhiythum bil-kafirin and definitely Allah subhanahu wa ta'ala is encompassing the disbelievers subhanahu al-lahhi al-adhim you see these people the hypocrite person he cannot listen and if he listens he will not follow and he tries to escape from the reminders he tries his best not to listen to the wah to more knowledge he tries to flee away and some said that subhanallah this light that was around him from the fire from the first fire example and this thunder and lightning that brings in sunlight sometimes that they will walk sometimes just in the few seconds when the thunder and light in the sky will happen they will walk other than that they stop total darkness they say that is the level of hypocrites who follow parts of Islam which match their own desires when they will find Islam is cute and this ruling is cute they follow they are obedient no problem we can accept this memorizing Torah is something good no problem going to Masjid is something not bad but when it comes to hijab when it comes to halal and haram money transactions when it comes to things that they cannot accept it by their own bad passions they reject are you believe in some of the book and this believing in some of it subhanallah that is the the he takes parts of the and you follow which already matches with his own passions and what is contradicting with his desires and lusts and passions he rejects that is his way in those people when adu billah in the darkness when the light comes matching with their own passions they will walk they will accept when the light comes against their bad passions it is darkness I cannot see and they will not walk may Allah subhanahu wa ta'ala let us to understand the Quran and may Allah subhanahu wa ta'ala purify our hearts from rifaq may Allah subhanahu wa ta'ala purify our hearts our tongues our actions from rifaq may Allah subhanahu wa ta'ala purify our worship from showing off and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us high sincerity and may Allah subhanahu wa ta'ala give us may Allah subhanahu wa ta'ala give us the strong iman اللهم اكفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجدنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين واغد الدين عن المدينين من المسلمين ونفس تربى المكروبين من المسلمين اللهم اكشف هم المهمومين من المسلمين اللهم اكشف هم المهمومين من المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين من المؤمنين اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي السودان وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وكل إخوارنا في الغور اللهم انصرهم فإنهم مصبع فور اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم وعونهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وأن فيهم آلاتك وعجائب قدرتك اللهم ألنا في اليهود يوما كيوم عاذ وثمون اللهم وعجل بزوانك يا لهم اللهم وعجل لنا بالنصر والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار